أمر مروان وزير العادل والأحمد راشد محافظة الجيزة افتتاح مقارة أو مجمع الشهر العقاري في العجوزة وطبعا زي نبقوا التجيزات والتحديث والميكانة في مقارات الشهر العقاري حاليا واحد من هذه المقارات لمساعدة وتسهيل على المواطنين في مسألة التسجيل للعقارات بتاعتهم للأراضي بتاعتهم ورجال هيئة المساحة العسكرية كمان موجودين في وقت هذا الافتتاح مع الوزير عمر مروان وطبعا الإجراءات تأثير كبير جدا للناس عشان تتوجه لمكاتب الشهر العقاري لعملية التسجيل تسجيل بيتك النهاردة هو مصلحة لحضرتك مصلحة أيضا أن يكون عندك بيت وأخذ تسجيل والتسجيل زي ما قلنا وقال معنا سيد الوزير عمر مروان يوم الثلاثة اللي فات في الحوار أنه بنتكلم على الحد الأقصى للحصول على التسجيل يجيلك تسجيل 37 يوم من بداية تسجيل يعني بتسجل النهاردة عد 37 يوم تاني يوم بيجيلك رسالة أنه لو الأوراق بتاعتك يعني كاملة خلاص الأوراق كاملة لو فيها نقصة يقولك الأوراق بتاعتك فيها نقصة وبالتالي تروح تكمل الأوراق لو في شهادة مثلا من هيئة المساحة عايز تجيبها أو من مراكز التكنولوجيا اللي موجودة في المحليات أو المحافظات أو المدن تجيبها وبالتالي مبقاش عندك أي مشكلة الباقي خاصة كلها عملية بسيطة جدا أوراق بسيطة خمس ست حاجات تقريبا خمسة موجودين منهم معاك اللي مش موجود معاك هيكون اللي هو البيان الخاص بالمساحة هيئة المساحة من المساحة العسكرية وقيادات المساحة العسكرية موجودين أو مراكز التكنولوجيا وبالتالي النهاردة فيه تسهيل كبير جدا للناس عشان نسجل الأملاك بتاعتنا زي ما قالينا السيد وزير العدل في الحوار على مدار خمسة وسبعين سنة كل اللي كان مسجل في مصر تلاتاشر مليون وحدة وحدة شقة بيت يعني ورشة يعني خمسة و تلاتاشر مليون في تاريخ مصر من ساعة ما بدأنا التسجيل العقارات سنة ستة واربعين النهاردة بنستهدف ان احنا في خلال الاربع خمسة سنة جايب نتكلم يعني على اكتر من خمسة ستة مليون وحتى لو سبع مليون وبالتالي محتاج تحرك من المواطنين وهو الافضل النهاردة تقدر تتوجه لأي مكتب شارع عقار النهاردة تسجل ممتلكاتك ولكن الحاجات اللي فيها تصالحات وليسه طبعا تصالحات لحد النهاردة مش عارفين اول هيئة واخيرة لحد الوقتي يعني حتى الناس اللي دفعت خمسة وعشرين في المية ما فيش اي اجراء ما فيش حاجة تحركت مفترض انه فيه قانون بيتم تجهيزه عشان هذا الامر وزي ما بقولك ده النهاردة الدولة ممكن عاملة اتاحة كبيرة جدا وعملة تنسلات كتيرة جدا في كل حاجة الدولة النهاردة عايزة الناس يعني تتصالح وعايزة الناس تسجل بيوتها وزي ما بقولك ويمكن الوضع النهاردة غير كان من تلات اربع سنين او من تلات سنين الدولة مش عايزة تعمل اه تزع والله اقدر اقولها كده اه مش عايزة تدي احد بصراحة يعني بس عايزة تقول المواطن لو سمحت انت عندك اه اه بيت فيه مشكلة فيه قد بتصالح طيب اللي تقدمه حوالي 2.8 قل نقول 2 مليون وحوالي 800 ألف وواحد اللي قدمه طلبات للتصالح طيب فيه ملايين ما قدموش اه فيه ملايين ما قدموش طب هل دول مفترض القانون اللي هيطلع هيتناول هذا الامر تفتح الباب من جديد مرة تانية ولا يتعامل ازاي زي ما بقول كده ما حدش عايز يدايق حد ولا حد عايز ياخد اي اجراء مش في صالح الناس كل الدولة بتشتغل النهاردة انا بعمل لك اجراءات لصالحك طيب لما انا بقول النهاردة البيت يتسجل وانت الرقم اكبر رقم اكبر رقم لو عندك اصر اصر اكبر رقم كام اربع تلاف جنيه يعني اللي هو اقصى شيء ممكن يبقى الف ممكن يبقى ثلاثة ممكن يبقى اقل ممكن وهكذا لكن الاقصى اقصى رقم هيتدفع اربع تلاف جنيه فيش اكتر من كده ده بالنسبة للشار العقاري الضربة العقارية وحاجات تانية ما لهمش علاقة بيديه خاصة بيه وزارة المليو والضربة العقارية ده موضوع اخر وده زي ما تقال كده والقانون حدد لهم ده كان عامل ازمة كبيرة طب النهاردة ما بقاش الكلام ده ما بقاش موجود طب الاول كنا منتكلم على طوابير وزحمة النهاردة ما كاتب شار العقاري فيها تطوير كبير جدا وبالتالي قضاء على العشوائية قضاء على النهاردة عندك توقيت محدد انه هيجيلك تستلم العقد بتاعك المسجل الغير قابل للتزوير النهاردة التوسع فيما كاتب شار العقاري وممكن سيد الوزير عمر مروان لما تكلم انه توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خدمات الناس ساهلوا على الناس طوروا فيما كاتب شار العقاري مش كنا كل يومه التاني نتكلمه الشكاءه والحقه النهاردة هل ده موجود مش موجود هل بقت الزحام بتاعه كل مرة ما بقاش موجود هل في التعقدات والبريقراطية اللي كانت موجودة ما بقتش على الاقل موجودة ممكن تبقى موجودة بس مش بالشكل اللي كان قبل كده بالشكل اللي كان مثلا من ثلاث سنين مثلا او من سنتين حتى انه كل يوم عندك شكاءه وفيه ناس تروح خدمة تاخد خدمة يلففك كعب داير نهاردة مبقاش وحتى لو فيه مش هيبقى زي الاول يعني خلنوا بقى برضه منصفين قد تكون في بعض المشاكل ولكن لن تكون كما كانت من سنتين او من ثلاثة ومن اربعة ومن خمسة النهاردة بقى فيه تطوير افضل لصالح الناس وتقدر تعمل انجاز لخدمة المواجد النهاردة ممكن على فكرة شار العقاري يجيلك بيتك عندهم النهاردة عربيات تجيلك البيت تعمل التوكيل بتاعك ولا تروح مكتب ولا غيره بس ليها رسوم اعلى ليها لو انت افضل مخدرتك اوه كلم شار العقاري لو سمحته انا عايز عربيا تجيلك البيت انا عايز اعمل توكيل هتجيلك العربية هحددلك المعات هيجيلك الموظفين بالعربية هتاخد معك بالزبط بالزبط ثلاث دقايق خمس دقايق تبقى التوكيل جاهز معاك وانت قاعد في البيت لا تتحرك ولا هتروح كله تليفون امعاتون لو سمحت عربية هتدفع الرسوم بتاعت العربية اللي هجيلك بيتك زيها زي النهاردة تعمل بطاقة وتعمل فيش تشميل هتقو كل ده ما اصبحت كمان احوال مدنية الدخلية في هذي الخدمات اللي هي لو عايز حتى في البيت بيجيلك مش لازم تروح شارع العقار نتابع هذا التقارير